بسم الله أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة من نومبر وان ايه اللي بيحصل الزمالك لسه ماتشو خلصان من لحظات الزمالك بيتعادل مع بترو أتلتكو بيشق الأنفس وبصعوبة بالغة بواحد وحد هو الحقيقة بقى يعني علشان ايه الحاجات اللي شبه كده من الماتشاط والنوعية اللي شبه كده من الماتشاط بيبقى عندك انت خليط من التعبيرات والتحليلات المختلفة فانت حتولت تسأل نفسك شوية اسئلة ليها علاقة بانه هي فرقة نادي الزمالك دي جيشة بقىها قبل كده فحتلاقي نفسك تقول لأ طب هيو كواليتي اللعيبة ده اتواجد في فرقة زي فرقة نادي الزمالك من سنين هتقول لأ طيب كادر فني على اعلى مستوى اللي هو كريستين جروس المفروض وهو راجل يعني جاي بكل لبن عصفور حاضر لبن عصفور موجود طاقما عايز طاقم كله بالمدربين بالمحللين عايزين من ده او من ده طاق حاضر من ده مش عايز حد جنبي مصر حاضر ماشي نجيب لي طيب يعني بس طب امير طيب نزوق امير عازم مجاهد عشان يبقى بس في حد ياخد خبرة طيب حاضر فالي هو فرقة مفيش بعد كده طب مستحقات اللي هي بتاخد مستحقات اه كله في معاده اه في معاده طب لائحة ومكافئات اه تمام لائحة ومكافئات اه تمام احسن حاجة ايوا بقى السؤال اللي بترح نفسه وجمهور نادي الزمالج بيسألوا والماتش شغال والماتش بيخلص ومن ماتش جورماهية ومن بعده وماتش ناصر حسين ضايق هالفرقة دي ايه اللي جرالها هي تلبست اتبادلت اتغيرت ليه هي هي دي نفس الفرقة بنفس الكوالكي بنفس الاسماء بنفس كل حاجة النهاردة استعجال وتصرع وتوتر غير مبررين خالص انت الزمالج وفرقة تقيلة واللي قدامك فرقة يعني مع كامل تقدير واحترام بيترو قتلتكو مش فرقة مش فرقة كورا اللي هي تخوف يعني مش تخوف ناس الزمالج يعني مش اللي هي تعمل جيم قدام ناس الزمالج تكسبها عادي جدا بس الزمالج بقى بيرجع تاني والفرقة بترجع تاني لفصلها البيخة اللي هو ايه تعالي عزبك شوية تعالي بص يعني حخلي عشتك سواد ليه يا جماعة ليه اخوانا ليه ليه ده ماتش ماتش وانا افضل وانا احسن المفروض بكتير جدا ليه داخل متوتر ومستعجل ليه داخل وانا احنا ايه نادي زمالج الفترة فات عمين وليه كريستان جروس في مشكلة ليه علاقة بهدار الفرص السهلة اهدار الفرص السهلة لا ده النهاردة حتى كمان الميزة بتاعت اهدار الفرص السهلة مش موجودة مفيش فرص بتيجي للزمالج مفيش خلق المساحات نهاردة بترو قتلتكو يعني ايه فرقة تروح تعاليك بجن تجيب جنوة شكرا ازاي يعني بتتكلم على فرقة بتصدرت الدور الممتاز بتتكلم على يعني كل كل السادة المحللين ومن لهم علاقة بكرة القدم عمالين يقولوا يا جماعة في غطس من بعد ماتش جرمية كيني مش في حاجة في حاجة مش مظبوطة في حاجة عند الراجل كريستان جروس مش مظبوطة يا جماعة تغييرات يا جماعة تبصوا على التاكتك في الملعب في حاجة في الفرقة دي مش مظبوطة النهاردة انا دايما انهقول ايه حصلت مشكلة كانت ما بين اا مش عاف ساسي ووباما طيب خلقت تتلمى جماع حصلت ما بين مش عاف مين ومين تتلمى النهاردة برضو نفس القصة كارابة ووباما جماع شوفوا بقى لا في حاجة بقى التوتر ده زاد عاللزوم اللي حصل النهاردة في الملعب لا زاد عالحد توتر واستعجال واخطاء وفي حاجات غريبة في الملعب بتحصل كل ده ليه ولا زهن حاضر ولا زهن صافي ولا انت بتلعب بالثقة انت ايه اللي حصل انت لسه متصدر الدور زي ما انت انت لسه زي انت انت المفروض انك تحافظ على مستوات كمان في بطولة افريقيا انت المفروض لما قولناها ماتش جرماهي خلاص يا سيدي اتغلبت اقفل الصفحة بقى خلاص انتهى ماتش جرماهي طب روحت ناصر حسين دواي قعدت في الماتش هنا في برج العرب تضيع 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 لحد ما روحت متعقب بجون انتهى اللقاء واحد خلاص ارمي بقى وردهرك يلا بح انتهى ركز بقى في اللي جاي برضو في الدوري عدت وانت ما بين ناصر حسين دواي وما بين جرماهية روحت ايه معدي ماتش النجوم بالعافية ماشي مش مشكلة تلات نقاط ايه ديك اخدتوهم اتعلم بقى يلا فتقوم جاي في الماتش اللي بعده تتعدل مع ناصر حسين دواي تيجي ماتش تلاقي الجيش كسباني اتنين سفر عامل جيم تاك 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 احلى كرة في اول عشر ده خلصنا اللي عندنا دب دب جنين اتنين اتنين شكرا في حاجة في فرقة بتحصل مش يعني تاك تيك اداء فني اخطاء من اللعيبة اخطاء في التوظيف اخطاء في حاجات كتيرة نتيجتها انت النهاردة الزمالك بيصعب عليه على نفسه الموقف بس هو صعبها على نفسه بس يا مستحيلة لا مش مستحيلة هقولك بقى يا عم طيب ايه عم مش مستحيلة هو انت هتطلعوا وتتحكوا علينا وتطلع يا عم انا لا هتحك عليك ولا حاجة بص في الجدول الجدول بيقولك انه جرماهية النهاردة لما كسب ناصر حسين داي عمل ده لمصلحة نادي الزمالك فانت النهاردة جرماهية ستة ناصر حسين داي اربعة وبيترو اتلتكو اربعة والزمالك اخير ولكنه معانو تطين ده موقف المجموعة طب الزمالك فاضله كم ماتش فاضله تلات ماتشات فاضله تلات ماتشات اتنين منهم بره ارضو الماتش اللي جاي بترو اتلتكو بره ما هو انت احنا قلنا بقى من الماتش ده جماعة انت لازم كنت تكسب فانت لازم تلات ماتشات اللي جاية ما عندكش انت فيش اختيارات ما عندكش اختيارات وانت اصلا كان الماتش ده انت معندكش فيه اختيرات ولا اي حاجة جرد ان انت تروحه تكسب اه ما عرفش الفرقة دي واخد مستحقتها وده اللي انا متأكد منه الفرقة دي اعلى كواليتي لعيبة جيل نادي الزمالك من فترة كبيرة وده اللي انا متأكد منه المدير الفني اللي بيطلبه بيحصله وبيتنفذ وموجود عايز من ده حاضر عايز لعيب كزا حاضر عايز مهاجم حاضر عم يعند مع ايمن حفني بيعند وكلامه بيمشي حاضر يعني كل حاجة اصد حصلة كل مرة كان بتبقى عندنا مشكلة الحقيقة بكل صدق مشكلة ليه علاقة بتدخلات الادارة تدخلات رئيس نادي كنا بنطلع نقول ما هو اللي بيحصل في نادي الزمالك ده من التدخلات طب المرة دي ما فيش تدخلات ما نخلونا نتكلم كلمة الحق المرة دي الراجل عمال يعمل اللي هو عايزه هو متصدر الدوري اه بس ضرب غطس في بطولة افريقيا غير طبيعي وغير مباره يعني انا هفهم مثلا انه لما ما يكونش عندي لعيبة كويسة فادق يبقى على الاد يعني المطش على الاد لكن يا عم ده انت معاك اه كل حاجة كل حاجة في المركز الواحد اتنين تلق يعني انت النهاردة عبدالله جمعة الحسنة الوحيدة اللي عمالها انه وظف عبدالله جمعة اللي عملوا عبدالله جمعة بالهدف اللي سجل هينسب لعبدالله جمعة فين بقى الاداء الجماعي فين اول عشر دقائق وماتش طلع الجيش فين بقى الشخصية بقى ايه بقى الشخصية الشخصية نادي زمالك فين فين الفرقة اللي احنا قلنا اختبار الحقيقي وفتكروا انا قلت الكلام ده هنا كويس والناس تقول لي ايه هو انت كده بتقول حاجة احنا يعني مش مش فهمنا مع حاجة طبيعية لا اما هو ده اللي بيفرق قدرة اي فريق بطل على الفوز باي بطولة هي قدرته على المحافظة على مستواه وقت الضغط وانا لما يكون الفرق ما بيني وما بين خصومي نقاط كتير في الدوري وانا لما يكون الفرق ما بيني وما بين الفرق اللي معايا في بطولة افريقيا لصالح المفروض المجموعة دي اول لما تحطت على الورق الزمالك متأهل اول لما اول ما دا يتحط كده تحط اسم الزمالك وسط الناس دي بالفرقة دي الزمالك متأهل فمعقولة الزمالك مش قادر يلعب تحت ضغط معقولة الزمالك مش قادر يلعب تحت ضغط المتعادل ماتش وخسر ماتش فالفرقة متوترة بالشكل ده اما اما عافش اللعيبة ملها هم هم نفس اللعيبة المميزين اللي له اداء مميز في ماتشاط قبل كده كبيرة في الدور الممتاز لكن طي النهاردة هتلوم على كريستين جروس انه مخلقش البديل هتلوم على كريستين جروس انه قراءاته دايما متأخرة هتلوم على الراجل في حاجات كتير جدا جدا فنيا بس برضو الامانة وانت بتلوم على الراجل فنيا ما انا احيانا كتير ممكن ابقى قراءاتي يعني على الاد بس انا اجاب لعيبة جمدة حتى واحد منهم يخلصني لكن ده ما حصلش في فرصة اه في فرصة صعبة اه جدا لكن لو انا راجل وعايز اجيبها هاجيبها لو عايز اكسب التلات ماتشاط عشان انا راجل وهاجيبها هاجيبها اتنجدع كده اصلا دايما يقولك ايه لما بقى في فرق امكانيات انا الاقل واللي قدامي الاعلى فبعاوض بالروح والقوة والطاقة والحماس وا 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 لكن ده انت اصلا امكانياتك اعلى من التلات فرق مع كامل تقديري للتلات فرق اللي موجودين في المجموع بس فيهم بقى مفيش في الملعب مفيش كان الله فعون جمهور نادي زمانك وحدش يقول لي ايه قص الجمهور كان عامل عليه ضغط وقعد اصله يهاجم اللعيبة لا ما هو جمهور الكرة كده حبيبي ايه انت عايز ايه عايز جمهور الكرة ايه هو جمهور الكرة كده يعني لما لما تبقى كسبان ومقادي اداء كويس حيبقى تمام وزيل فل ومرضي لما تبقى انت ما بتعملش اللي عليك جمهور الكرة كده بيشجع مرة وبعدين يغضب شوية عادي جدا يغضب يا سيدي يعمل اللي هو عايزه في الاطار ان هو ما يخرجش عن الاخلاق عشان ابقى منصف واقاميم في الكلام اللي انا بقوله لان انا لقى برر لا اي جمهور من الجمهور يشتم اي لعيب من اللعيبة او يتعدى بس الجمهور غطبان ما يغضب ما تلعب ما تكسب خليه ببسط ما هو برضو شقيان وراك يعني بقى له سنين جمهور نادي الزمالك ده شقيان وراك بقى له سنين يا اخي بقى بطولة بقى يعني 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 الناس خلاص ضجت يعني البطولة البطولة الكونفدرالية دي معقولة يعني نادي الزمالك بالاسماء دي انا اخدش البطولة دي يا جماعة ده 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 سنحا الجمهور نادي الزمالك يعني معقولة بقى انتوا هتعشمونا وفي الاخر تخلو بينا يعني ده ده اللي سان حال الجمهور ده ازا مالك الناس بتكلم بعضها انه ازا مالك بالقوة دي وبالامكانيات دي فيه بطولة السنة دي فاللي هو البطولة الكونفدرالية والزا مالك موجود فيها بالاسماء دي كلها وبالاداء الفني ده كله في الدوري طب ايه اللي بيحصل في افريقيا ايه الغطس اللي بتضيره في افريقيا فمش معقولة حتى كمان حتى حيبقى يقولك استيجمهور لا ولا ولا جمهور ولا بتاع يعني ده كلام بيلا بيلي ما بفهموش لا انت بتحمل ضغط انت لعب كبير لعب دولي انا الناس زا مالك فيه لعبة من المغرب ولعبة من تونس ولعبة من مصر في كل منتخبات كان الله فعون جمهور الناس زا مالك بأمانة شديدة جدا جدا اه هافضل اقولها عشان برضو انا بلبس فانيلة اي فرقة في مصر بتلعب في افريقيا انا كده ممكن ابقى غلط يا سيدي سيبني انا غلط زي مانا يعني يقول لك انا كده بحب بقى كده شايف انه الطبيعي انه المسان ده تحصل اعلاميا لكل الفرق سواسية وكلمة والكلمة تتقال في التحليل الفني او الانطباعات الفنية سواسية انما بقى فكرة التشجيع والكلام ده كله مش مش في البرنامج ده فيه برامج تانية هتلاقي كل واحد يشجع في الدوري زي ما هو ما عايز خلاصة القول في تلاتين راجل موجودين في النادي الزمالك فيه بطولة افريقيا فيه تلات مطشط مكسب نقطة ومن اول السطر لا عشان نكون كفت وقفت في موضوعنا للزمالك نهاردة واحنا بناء في الملف الزمالك وافريقيا هو مش هتقفل لانه النهاردة الجزء التاني الحلقة الاسبوعية بتاعتنا مع كابتن رضا عبدالعال هنتكلم اكيد فنيا عن لقاء الزمالك وحنتكلم عن المطشط اللي تلعبت النهاردة في الدوري الاهلي النهاردة بيحول تأخروا امام الجونة بهدف الى مكسب بهدفين مقابل هدف هنا بقى هقف عند شوية حاجات انا لقوا قارن يعني ايه انا حطت انا قلت نقطة ومن اول السطر فانت اقلب الصفحة عشان احنا في صفحة جديدة احنا قلبنا صفحة افريقيا بالزمالك وبنتكلم في صفحة الاهلي في الدوري الاهلي متأخر بهدف الجونة بيعمل مطش جامد جدا الكابتن الحماضة صدقي بيثبت كل مباراة انه راجل قدير مدير فني محترم بالامكانيات اللي موجودة باللعيبة اللي موجودة على فكرة لعيبة الجونة لعيبة لعيبة رجالة عندهم قلب وعندهم روح واداء فني محترم وبينفزوا اللي بيتطلب منهم خب بالك اللعيبة اللي كانت الناس عمال تتكلم فيها المعارين ومش معارين ما لعبوش مع الجونة والجونة كان متقدم على الاهلي بها ده في دونة مقابلة وتعب الاهلي جدا لا مش جدا بس جدا 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 بس العامل اللي انا بتكلم عليه ازا توفر دائما توفرت راية النصر هي عامل الروح الاهلي النهاردة كان بيلعب بروح مضعفة هو عايز يكسب فطلب انت بتاخد باسباب المكسب وبتحارب في الملعب وبتقاتل على كل كرة وعلى كل فرصة وعلى 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 النتيجة انك بتكسب النهاردة التغييرة بتاعت مارتين لسارتي هو يمكن كان موافقة فيها جدا بيخرج يشان محمد بينزل كريم ندفت بيحط الكرة كرة بترتد ساكن دوبول الراجل بيعف عليها بيسجل بيشوت بيسجل حق حق في لقطة هنا هي عبارة عن كسر من الثانية اللي شاف المطش فعارف انا بقول ايه وكلكم شفت الاهداف مفيش حد ما شافش الاهداف كريم ندفت اول لما الكرة ما نزلت له عمل كده بالزبط حطوا الكرة وشاط والكرة جات جون كريم بيشاور اللي باقي بص ده واحد من اصغر اللعابة اللي موجودة في الملعب بيشاور اللي باقي زميله يلا اللي هو خلاص احنا جبنا جون يلا عشان لازم نكسب ماتش مش حنتيه عادة احنا عايزين البطولة مشاهد بتبقى تفاصيل تلخص حطوا كورة سنتر العب اضغط جون التاني اتنين واحد اللي بيكسب تلات نقاط في الحصالة اتقلص الفارق وهي دي النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دايما عندك روح فرقة الاهلي النهاردة انا حقيقة كمان عجبني جدا مروان محسن مروان نهاردة الظهور بتاعك كان ظهور مميز جدا اللقطة بتاعة استلام مروان للكورة ووقفوا عليها وتحجيزوا على الكورة لحد ما يشوف حد فاضي من اللعابة عشان يحط له الباص عشان ناصر ماهر يسجل الهدف التاني لقطة عشرة على عشرة مهاجم هو بقى ده الادوار اللي دايما السادة المحللين الفنيني يتكلموا فيها الادوار التانية اللي بيقوم بها المهاجمين مش شرط تجيب جون بس اخلاق لي مساحة وخلي واحد يجيب لي جون وده اللي عمله مروان محسن النهاردة ما تركزش بس مع ناصر ماهر ناصر العيب انا بقول انه مستقبل كبير لنادي الاهلي ومستقبل كبير لمصر ناصر لعيب كرة حلو حلو بامانة يعني فانت لما تشوف النهاردة المهاجم بتاعك ما بيسجلش اي نعم هو نازل بديل ماسجلش اي نعم لكنه خلق لك مساحة واستنى لحد ما واحد بقى فاضي واحط له الكرة وحجز عليها بجسمه كويس جدا خلاص انا مش محتاج حاجة تاني انت الاسيست اللي انت عملته اكنك جبتلي جون تشكرين جدا عشرة على عشرة مروان محسن النهاردة اتمنى له كل توفيق ان شاء الله بازن الله في الفترة اه اللي جاي الاهلي بيجري ورا الزمالك والبيرامدز والبيرامدز النهاردة هو الاخر بيفوز على المقولين العرب بهدف دون مقابل واحدة برضو من المتشاط الصعب